اليوم من طبق حنعمله طبق حلة بسيط مغزي جدا وسهل الحلو فيه انه ممكن انوع الطعم اللي انا حستعمله فيه عندي تمر وعندي مكسرات اختاروا المكسرات اللي انتو بتحبوها وكمان ممكن اغير الشكل تاع الحلة انا حامله على شكل شرائح او اقراص بس طبعا ممكن تتفننوا وتبكروا ما شئتوا من طريق التقديم نتكلم عن المكونات اللي حنستعملها اليوم عندي تمر معجون دائما لما تشتروا التمر اختاروا نوعية فاخرة من التمر المعجون لانه في بعض الانواع مخلوط ببقايا تمر او ما بيبقى تمر صافي فارجع انكم دائما تختاروا الاجود اذا مش موجود عندكم التمر المعجون ممكن اجيب تمر يبقى طريق واشيل منه النواة وافرموا فرم صغير واستعمله بهذه الوصفة عندي مكسرات انا اسمتها لجزئين الفستو الحلب المجروش فيه جزء هحطو في التمر والجزء التاني هحطو للتزيين عندي جز وجز هند ممكن استعمل الكاجو ممكن استعمل الفول السوداني اللي انتو بتحبو بالنسبة للمطيبات القرفة الزنجبيل الهيل وكمان السمسم حيعطيني ارقشة كتير كتير لذيذة نبتدي خطوتنا الاولى بتسخين السمنة حضيف الجوز الفستو الحلب المجروش السمسم وجوز الهند وحضيف الهيل الزنجبيل والقرفة حقلب كل هالمكونات مع بعضها لتتحمص وتعطيني ريحة ولا اطيب من هيك لاحظوا كيف تشويحة بسيطة هادي الخطوة مهمة جدا جدا للحصول على نكهة لذيذة جدا استمر بالتقليب لغاية ما تشموا ريحة حلوة هيك البهارات تتحمص المكسرات تتحمص الجوز الهند تشموا ريحتو واو هلا ابتدي اعزائي اضيف التمر وزي ما خبرتكم اذا تمر معجون او مفروم هقلب شوي شوي لغاية ما يدوب عندي التمر مع هذي المكسرات لاحظوا هضيف لطحينة او بنسميها الهردة واستمر بالتقليب لغاية ما كل هالمكونات مع بعضها تتحول الى معجون ناعم وتتحمص شوفوا كيف هلا بيصير القوام والتمر بيدوب عندي تخلو النار متوسطة ما تبقاش عالية كتير ولا هادية كتير شوفوا كيف صار قوامها معجون ولا اطيب من هيك ولا ازكى من هيك وصفة شوفوا كيف هلا صارت عندي قد ما تجمعوها مع بعض وتصير لينة هيك هلا اصبحت جاهزة خطوة التالقة الزائية هحتاج فطعة من ورق الزبدة امسحها بقطرات خفيفة من الزيت هاخد حوالي نصف مقدار الخليط وابتدي شوي شوي اضغط عليها وهي سخنة طبعا خلو بالكم واحاول بالورقة اشكلها على شكل استواني الورقة هادي حتساعدكم في التشكيل في منتهى السهولة لاحظوا كيف عم بدى احرجها من كل الجوانب واصبحت عندي هلا هيك جاهزة عندي اختيارات حابة احط عليها مكسرات جوز جوز هند فستق حلبي اللي انتو بتحبوه انا حرش رشة وفيرة من الفستق وارجع ادحرجها بالفستق بهذا الشكل بهدوء هي لحالها هتلاقوها تغطت بالفستق في منتهى البساطة وحشكلها على شكل استواني بهذه الطريقة هغلبها وخليها على الكاونتر او في البراد لغاية متى تماسك تماما ونشوف طريقة التقطيع بعد ما ذول اخد وقته وتماسك تماما نقدر نفتحه ونقطعه هنخلي جنبي طبق التقديم وقطع شرائح بالمقاس اللي انا حبه شوفوا الجمال شوفوا كيف من جوه بتبقى منقوشة بشكل كتير جذب ارتبها على الطبق بهادي الطريقة يا سلام على هذه الوصفة وقديش زكي وقديش تجهيزها بسيط وسهل ما بياخد منكم اي مجهود اعزائي المشاهدين الحلاء عندي جاهز غطينا بالفستق الحلبي طبق كتير لذيذ وتفضلوا اتفضلوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة